بصور متسارعة تعود الأرقام والإحصاءات الدولية للحديث عن الكوارث الإنسانية في اليمن وإن كانت معدلاتها لم تنقص في الفترات السابقة إلا أنها هذه المرة ترتفع بشكل مختلف عن ذي قبل حضرت المأساة اليمنية بقوة في أروقة مجلس الأمن خلال الجلسة التي خصصت يوم أمس لمناقشة تطورات الوضع في اليمن بات العالم يعرف اليوم أكثر من قبل أسماء المحافظات اليمنية لكن هذه المرة كأسماء لمدن جريحة ومنكوبة بالأمراض والأوبئة ومسكونة بالجوع والفقر والميليشيا تحدث مندوبي الكثير من المنظمات الإنسانية عن الحديدة وتعز وحجا وعدا كعناوين للآثار التي تتركها الحروب على سكان اليمن من على منصة مجلس الأمن كان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين يدق ناقص الخطر ويقول إن القتال في اليمن تسبب في جعل أكثر من 21 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أوبراين أضاف بقلق كبير وصوت هامس أن البلاد على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة المدير الإقليمي لبرنامج القذاء العالمي مهند هادي قال إن بعض مدن ومحافظات اليمن على وشك كارثة إنسانية جديدة مشيرا إلى أن هناك 14 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي سبعة ملايين منهم يعانون سوء التغذية الحاد هذا الأسبوع تمت الإشارة إلى أن حوالي 14 مليون شخص يعانون من الأمن الغذائي وسبعة ملايين منهم يعانون من عدم أمن غذائي حاد وأنتم يمكنكم أن تعرفوا ذلك إذا ما زرتم هذه البلاد والتقيتم بأسر وعائلات لا يمكنها أن توفر غذاء لأطفالها ولأن ثنائية الحرب والانقلاب وحدها من تجعل الأبرياء يدفعون ثمن مقامرة تجارها فإن واقعها يظل أكثر سوداوية على الضحايا من المدنيين والنساء والأطفال تتعدد إذن أسباب الموت في هذه الرقعة الواقعة بين البحر والصحراء ومن لم تقتله القذائف تتكفل الأوبئة والأمراض والمجاعة بإرساله نحو الآخرة ولا جديد تحمله الأيام المقبلة بعد فشل الحلول السياسية وإصرار الميليشيا على المضي في استخدام العنف لحكم اليمنين